السلام عليكم أعزائي الطلاب هنتكلم على الوحدة الثالثة المتتابعات والمتسلسلات المتتابعة اللانهائية هنكتبعها على الشكل A1, A2, A3, A1 إلى ملا نهاية A1 يسمى الحد الأول للمتتابعة A2 هو الحد الثاني E1 هو الحد العام أو الحد النوني ممكن نقول المتتابعة هي DALFX من مجالها مجموعة العدد الصحيحة الموجبة المجال المقابل هو مجموعة العدد الحقية نكتبها بالشكل F1 F2 Fn ممكن نكتب المتتابعة على الشكل En حيث En هو الحد العام نرى مثال المثال يقول اكتب او اكتب الحدود الأربعة الأولى لكل من المتتابعات التالية هذه مثال 2, 3, 4 أمثلة عشان نجيب الأربعة حدود الأولى للمتتابعة الأولى نحط إني سوى 1 يبقى 1 على 2 إني ب 2 يبقى 2 على 3 3 على 4 4 على 5 هنا 2 زائد 1 من 10 لما الإن ب 1 إني ب 2 يبقى 1 من 100 1 من 1000 1 من 10 3 هنا نفس الكلام نعوض عن إني ب 1 و 2 و 3 و 4 هذه المتتابعة سبت إذن جميع الحدود بتاعتها نفس القيمة بالشكل ده نشوف مثال ثاني اكتب الحدود الأربعة الأولى للمتتابعة اللي هي E1 يسوى 3 والEK زائد 1 يسوى 2EK والEK أكبر من أسوع معناها الحد الأول E1 يسوى 3 عشان نجيب الحد الثاني نحط كيب 1 E2 يسوى 2E1 E2 يسوى 6 E3 يسوى يعني حطنا الكيب 2 يسوى 2 E2 يسوى 12 و 1 كسر نتحل بتاعنا لما معنا المتتابعة E-N نقول المتابعة دي لها نهاية L إذا كان نهاية ال E-N لما ال N تقول لها ما النهاية سوى L أو بتعريف ال إبسنون لكل الإبسن أكبر من الصف يوجد N بحيث يكون مقياس أو القيمة المطلقة E-N نقص L أقل من الإبسن لأي N أكبر من N كبتا لو كان L ده غامعة موجود في المتابعة ليس لها نهاية أو سمى متابعة تابعودية لو خدنا المتابعة اللي هي N كتبناها بالشكل ده يعني خدنا F-N يسوى E-N وكتبنا مكان F-N يبقى نتكلم على النهايات العادية اللي احنا خدناها قبل كده الدالة F-X يكون لها نهاية L إذا المتابعة يكون لها نهاية L إذا كانت F-X تول إلي ما لا نهاية فإن المتابعة تول إلي ما لا نهاية نشوف مثال نشوف 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 مثال ثاني نشوف نفس الكلام هنا ہنأخذ F-X يساوي 1 على 4 X تابعة نقص 1 نهاية الكلام ده بكام تقول لما الانهائي بالمتتابعة تبعه دي. اه. هدي اف اكس. نهاية اف اكس يسوي نهاية ده. تقول لما الانهائي ازي المتتابعة دي تبعه دي. مثال تاني. هذه المتتابعة هناخد هي اف اكس. يسوي ناقص واحد. كل اس اكس ناقص واحد. نهاية هذه المتتابعة تديني قمتين. تديني قمتين. واحد وسلب واحد. حسب الان فاضي او زوي ازي النهاية مرودة هون متابعة تبعه دي. نشوف نسال تاني. هنكتب هنا اف اكس بالشكل. اف اكس. يسوي. خمسة اكس. اعلى. اي. او ستنيان اكس. لما الانهائية. يسوي. لما الانهائية. يسوي. لما الانهائية. يعطينا مالانهائية على مالانهائية. باستخدام قاعدة لوبيتال نشتق البسط الواحده والمقام الواحده. بليس هو. لما الانهائية. خمسة. على اثنين اي. او اثنين اكس. دي ساوي صفر. بالمتابعة تقوابية ولا نهاية صفر. هذا المثال. نكتب هنا. اف اكس. اف اكس يسوي. اثنين اكس تغبية. على خمسة. اكس تغبية. نهاية اف اكس يسوي البسط. والمقام النفس القوى. اذا نهاية يسوي خمسة على اثنين. يبقى المتابعة تقوابية. هنا. اذا كان القيمة المطلقة بالا اقل من واحده في نهاية. فاني ساوي الصفر. لو كان اقبر من واحده في النهاية يسوي ما لا نهاية. نشوف مثال على هذه النظاهية. إدرس تقارب وتبعه وتتبعه المتابعة دي و المتابعة دي هنا فاللحظ القيمة المطلقة لل A يساوي 2 على 3 أقل من الواحد يبع المتابعة دي تقاوى به هنا هنا مقياس ال A يساوي 1 0x01 أكبر من الواحد يبع المتابعة دي